اعلن الحرس الايطالي المخضرم جيالويجي بوفون انه سيترك فريق اليوفانتوس بشكل نهائي في ختم الموسم الحالي غير انه في المقابل لم يغلق البابة امام مواصلة مشواره الكروي رغم بلوغه 43 عاما واشار بوفون الذي دفع عن مرمى فريق السيدة العجوز منذ 2001 حتى 2018 قبل ان يتركه لموسم واحد من اجل مغامرة فرنسية مع فريق باريسان جغما اشار الى انه في يوفانتوس قدم كل شيء وحصل على كل شيء ووصل الى نهاية حقبة ومن الواجب ان يضع حدا للارتباك الحاصل بشأن مستقبله ويودع بوفون عملاق تورينو مع حصرة التنازل علق بالدور المحلي لصالح الغريم انتر في وقت لا زال البيانكونيري يصارع من اجل محاولة التآهل لدور ابطال اوروبا في الموسم المقبل حيث يحتل حاليا المركز الخامس وذلك قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم اشتركوا في القناة